أجرى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مباحثات مع نظيره السوداني عبدالله حمدوك بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وكان مدبولي قد بدأ زيارة إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري والصحة والسكان والتجارة والصناعة وعدد من مسؤولية الجهات المعنية وذلك لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بما في ذلك ملف سد النهضة